فقط لا غير على الهاشتاك في مجموعة أسئلة عبدالقادر يقول كيف تتوقعون تتويج الاتحاد والنصر ممكن يكسب احتجاجه؟ أي احتجاج؟ أي احتجاج؟ من حق أي نادي يحتج؟ من حق ننطنش؟ فهد الناصر يقول إذا أنا اقترح إعارة الحمدان الموسم القادم لأحد أنديت الوسط ليتمكن من اللعب أساسي ويظهر نفسه أكثر يا عماد يحتاج الفرصة عبدالله الحمدان لاعب شاب ولاعب صحيح يعني أنت لم تجاوبني على اقتراح الوجه أنا أقول لك يحتاج فعلا معانا أتفق بشكل كبير جدا مع أخي فهد الناصر يحتاج عبدالله الحمدان للإعارة حتى يشارك الأهم يختار النادي اللي يشارك معه أنت ترشح لماذا؟ لو أحد الأندي الصاعدة أتمنى عشان لا يدخل فيه بغض اسمع شي يقول لك أبو محمد يقول باماك باماك نظام يستحق ضمك بالتأكيد عبدالله الحمدان لاعب قيمة والله لو أخذ فرصته لاعب يمتلك كل شيء ما شاء الله صغير السن لاعب بني الجسمانية عنده ممتازة كل مدرب يراهن عليه فأعتقد يحتاج فقط للمشارك المستمر ماجد على الهاشتاق يقول لأبو بدر سؤال ليه رجعت مرة ثانية قضية كنو والنصر وش اللي صاير عليها عير حليل أيوة أخوك أنا مع احترامي وتقديري للسؤال قصص هذه يجب أن تكون الأندية في حاجة مدربين أكثر من حاجتها إلى قانونيين يجب أن يكون نجوم الأندية هم المدربين واللاعبين وليس الإداريين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحامات ومش عارف إيه وكسبنا احتجاجه أنا أتكلم بشكل عام هذا استنزاف لقيمة المسابقة نبغى نسوي دوري من ضمن التوب تيم في العالم ما يمكننا كل واحد يعني اللي ما تخلصه في الملعب تكمله في اللجنة واللجنة يجيب محامي يشوف إحنا كيف إحنا مدرسة القانون إحنا لا عبينا بيك مدرسة فنية الجمهور يدفع تذاكر عشان يتفرج على مباريات يتفرج على شيء ممتع في الملعب ما يتفرج على مدرسة القانون ومتخص القانون وقضية والمدخل والمادة عشان كده تلاقي أغلب الحوار الرياضي في المملكة مع الأسف الشديد ليس قضية فنية احتجاج مدروا وشو يعني صارت المباراة جزء منها في الملعب وجزء منها يلعب بوراق واحتجاجات ومشكلة الجمهور طيب يصدق يعني فيه جمهور عنده استعداد ما ياخذ كاس بس يكسب قضية هذا النوع من الجمهور هذا هو يعني الله يصلح الحال طيب فيه سؤال ملغم